اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكرة القدم القائمة الخاصة بتجمع شهر اكتوبر الحالي والذي سيشهد لقائين دوليين والديين للأحمر أمام منتخبي غيرغستان والفلبين وشهدت القائمة التي ضمت 33 لعبا تواجد كل من سيد محمد جعفر وليد الحيام أمين بن عدي عمر سالم حمزة الشبن عبدالله الإخلاصي مبارك محمد وأحمد الشروقي أحسين العكري هزاء علي إلى جانب محمد عبدالقيوم جاسم الشيخ كوميل الأسود علي حسن سعيد وعبدالعزيز خالد أحمد بغمار أمحمد عادل أمحمد الحردان سيد ضياء سعيد ومهدي حميدان بالإضافة إلى إبراهيم لطفالة عبدالله الحشاش محمد عبدالوهاب وإبراهيم الوالي جاسم خليف حمد الدوسري سالم حسين إبراهيم الختال حسين عبدالكريم بالإضافة إلى الرباعي المحترف في الخارج عبدالله يوسف محمد مرهون علي مدن وموزس حول فريق الرفاع تأخره بهدفين أمام المحرق إلى انتصار مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك في قمة الجولة الثالثة لدور ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم والتي أقيمت على استاد مدينة خليفة الرياضية وأنهل محرق الشوط الأول بهدفين عن طريق اليمني الناصر محمدوه في الدقيقة السادسة عشرة والتونسي وليد لقريوي في الدقيقة السادسة والعشرين ورد الرفاع في الشوط الثاني بثلاثية بداها كوميل الأسود في الدقيقة السادسة والأربعة وأضاف علي حرم الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والستين قبل أن يعود كوميل الأسود ويحرز هدف الانتصار في الدقيقة السادسة والثمانين ورفع الرفاع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الرابع بالتساوي مع الخالدية والنجمة فيما تجمد الرصيد المحرق عند أربع نقاط ودع ممثل كرة السلة البحرينية فريق المحرق منافسات بطولة الأندية العربية الخامسة والثلاثين لكرة السلة إثر خسارته أمام نظيره جمعية سلة المغربي بنتيجة خمس وتسعين مقابل مائة وثمانية في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي الغرافة ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطولة انطلقت فعليات النسخة الخامسة من معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الفين وثلاثة وعشرين والتي يقيمها نادي الصقور السعودي على مدى عشرة أيام بمقر نادي بملهم شمال مدينة الرياض وشهدت فعليات المعرض استحداث فعليات وأجنحة تركز على تعزيز هواية الصقارة وتسليط الضوء على الهوايات المرتبطة بها من خلال أكثر من عشرين جناحا كما ضم المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة التي تهدف لتوفير تجربة ثرية للصقارة والمهتمين بهذه الرياضة الأصيلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر